ايه ده؟ دي لحم اتنين كيلو لحمة هتغدى بيهم تتغدى باتنين كيلو لحمة؟ ايه بطني وانا حر فيه؟ انا عنا رأي المثل اقرع ونزهي اقرع ونزهي؟ يا ستة اقرع اقرع بس عيش اقرع اقرع بسك لكن جوازك من بنتي لا ليه يا ستة مو علي؟ هو انا مش محوش معاتل ينيلك هم الستمية وخمسة برطوس هتتجوز بيهم؟ لا ستمية وخمسة بنيه ستة مية وخمسة بنيه تتجوز بيهم؟ يا ستة مو علي العروسة موجودة واني موجود والفلوس ما بتساعدش حاجة المتعدات بكام؟ وخم دعا بتعرفني ايه؟ والتلاجة بكام؟ وقلت النوم بكام؟ وقلت النوم بكام؟ يا ست النمع على ارخص حاجة ايوه ايس تتجوز بيتي والتعيم هفوق السطوح ومالاعمل ايه حاجة طاية؟ شوف يا رمضان نعم ما تتعلش مني انت لا تصلح للجواز مت لكن مت لكن؟ مت لكن ليه بق؟ ناقص ايد؟ ولا ناقص ريب؟ ولا ناقص منخار؟ لا ناقص فلوس ما كل الناس ما معهاش فلوس عشان كده ما بيتجوزوش يا ست اموه ما تكلمي علي؟ وهتتكلم تقول ايه علي؟ يا ماما بتتفعيهم مش كده واحد ما قاله ثلاث سنين بيحوطي بستمية وخمسة بطلول بستمية وخمسة بنيه؟ يا ماما يا ماما عذري هيعمل ايه بس؟ وانا كمان يا بيدي حاعمل ايه؟ ما هو كمان لازم يحذرني يا ميكي يعني؟ افرد ان دي اختك تبدأ تبهدلها مع واحد زيك؟ واحد زيك؟ ما له لزيه يعني؟ يا ست انا لا هبهدلها ولا حاجة انا هعطاها فنين عيني من جوه من جوه؟ ايه وا من جوه؟ ما ليسي قوي؟ يا ابن احنا مش عايزين عينيك عايزين جيبك الوقت اللي احنا فيه ده وقت فلوس معاك فلوس؟ لا معايا برطيش خلاص تبقى برطوشة ما تسواش ما تزعلش مني لا لا هو انت ترزعيني الكلمة وتقولي لي ما تزعلش مني؟ اعمل لجبلتك ايه؟ جبلت ايه؟ يا ست ما تعمليش حاجة حاجة عليك يا رمضان استنى بس يا رمضان اله ربنا يخرب بيتك يا معلية لا تمر فيها الرز ولا تمرت فيها السمنة ولا تمر فيها المية اللي هاديت حيلة يا ابن ايه ده؟ بقى كل شيء يتصلح ولا بتصلح ولا بتتنيد دي وليه يا طماعة ايه والله يا طماعة بس تشوها الشربة وعظمتين للكلب انما ايه؟ جاكي كلب لما يبقين هاش مصارين اللي جابوك يا معلية اله يا رب تطفح الرز اله يا رب السمنة تبقى تنزلت شعبة مصراك الغليص انت والجزار اللي عايزنا اكل الكلب برياء امالي الموظف اللي ازاها حالاتي ياكل بكاء مهرب ان انت يا رب كنت كملت الحقوق مش كان بقى وضعك احسن وهم يعني السباكين ولا الميكانيكية ولا الرأسين معاهم حقوق طب انت منت عربجة هو وشوف انت بتاكل ايه وانا باكل ايه؟ الله 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 احنا حنوق مردت علي كل معايا انت اذا مردت سمح ايه اللي كنت هكمله ده انا قعدت من سنة اولا سنة تانية في ست سنين كنت حليقها من ايه ولا من ايه؟ حليقها من الخزنة ولا من قانون العقوبات ولا من الجنايات ولا من طابير الجامعية ولا من طابير الجامعية ولا مجاب المية ولا مجاب العيش ولا من قلت قدم المدير العام؟ طب دلوقتي ناوي تعمل ايه مع حماتك؟ ضروري حل لايه حل ضروري ما تجي نبادل انت تاخد العظم واناخد الفراخ دي ما انت كانت في راكتي انت انت مستنى ايه؟ ما تجي نبادل يا جناعة مش كان فار دو انت بس دو انت العظم دي هتلاقيه هاية ايو الله انت مستنى حاجة من الدنيا يا راجل اتكر على الله سلام عليكم يا مغوري ايه سلامة بار ازاك يا مغوري ازاك يا مغوري الحمد لله على السلامة يا سلامة بار مالك هو بيسه البغلي كده ايه اللي بيحصل به اه اه في اه انتوا علابتوا اضرلوا قندل الجوانيس ايوه اصلا باية العمدي مخلي كل حتة في الضار دلوقتي تجرب فلوس هو ما في السنة اغرسلت الفلوس نهايته خلي العمدة فيه اتفق بقى السلامة باقي اتفق اه قولتوا ايه سلام عليكم اهلا وسهلا اهلا وسهلا اهلا وسهلا اهلا 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 بكم زكا خالي رمضان اهلا وسهلا ما الوشك اسفر كده يا عكا زكا خالي اهلا وسهلا برك الله بيك يا رمضان اهلاً يا خالي اهلاً يا خالي اهلاً بك انتي يا الدنيا حره لحاجي يا بس عشان انت جاي من صافة ازاي مصر ولفيه مصر كويس واللي فيها كويسين اوزاك انت يا خالي يا الدنيا ساعة باينا يا ابني ما ترسلك على بار ساعة ولا سوخنة اي حاجة يا خالي حاجة ساعة حاجة سخنة اي حاجة تشتريبه خلاص أما تقول كده من الأول هادي نقول شاع يا رجاع علي النعم مفيش أي ولا نيلا جاي زكي خال أهلا وسهلا أهلا بي نستاذي نحن بي يا حضرة العمدة وصيبت مع الأستاذ العمدة بيدلو يا جدعش بلوس جبل المدجوع أهم ثمان تلاف جنيه جيبناهم من التجر اللي قلت عليه يا عمدة عديدهم بإيدي تحب عندهم لك تاني ثمان أساتك كل أستك في ألف جنيه درقة يا هنده إنت ما بتفهمش يا ولا خالي الحمدة عمال بيغمس لك عشان ما تجيبش ست الفروس قدان إنت عمر السلام عليكم مع السلام السلامات يا رمضان أهلا يا خالي عارف يا خال الدنيا مرة تبقى ساعة ومرة تبقى سوخنة ومرة تبقى هفتانة تاجعان ويفرد يا عم ما انت هتقول غدا اللجوه غدا اللجوه غدا اللجوه بقى بني خير يا رمضان خير إن شاء الله يخاف خير أنا كنت جايلك في مشورة الصراع كده كنت قصدك في قرشان كنت عايز روزمة يعني من هين يا ابن من هيني ثم أنا شايف وسامع دلوقت إن ربنا فتح عليه إيش بقر وإش معيز وإش خرفان وإش جواميس ومتنساش كمان إن أرضم كان الجواميس عليه عمرت لخير قد كده كلام ايه اللي بتقوله ده بلاش الغادي علي جوه اللي يعني كان حيجي أنا ما حبش الكلام لأيه أرضمك إنت كلت بقى من زمان تلت بقى إيه حدق وبتاو هتحاسبني على حدق البتاو اللي كلتو بلاش يسير حكايات الأرض خلي علشان خاطر رابطة الأرحم اللي بينه وإنت صغير عشان تشحك شاحت طاولة حارود مستوزن في الحكومة وجاية تشحك ثم أجيب لك من ايه يعني ما حلتش حاج ما هم لسه مدي لك تمرزهم على قلبك قد كده هون دفنوش ناس قم يا رمضان قم يا أخوها بحقوا بيت مصر عم لمجفوتك بالسلامة يا أخوي وسلم لها الناس اللي في مصر الله يا ربنا يجيب لك شطة في الجواميس بتاعك الله يا رب اللي يكن لحمة من بتاعتك يجيلوا ده الصعار ويمشي ها هو في السك وإنت أوله عمل بيغميز لك عشان ما عرفش يحكبت الفلوس خوفت انت خفت لأترابة ايه؟ اتراموا عليك اهلا أنا مش بيش اتراض عليك مش بيش يكون كويس اللي جبت الشنطة بسيلي ايه زيفة هتعمل بيها ايه؟ ويتها منك دلوقتي تعرف كل حاجة شحتوت اي يا معلم عارف هتعمل ايه؟ عارف يا معلمي امسك شنطة زيها بالزبط مايفرقش عن بعض ملي اه؟ الوساخ اللي فيها الخياطة اللي فيها صورة منها تبك الأصل ماشا يا معلم اضرب يا مش بيش اضرب يا مش بيش يضرب بكرا نضرب ضربتك كبير هاوي ظاهر الحل هنا ولا ايه؟ مش معهول مش معهول ايه؟ مهم السد ده من كل حد اللي هتسد فيه الشكعش يا امو علي تب بتمشي بيش حد في الشوارع ايه يا معلمك؟ صلحان ليه يا سلمضان؟ بتفكر في ايه؟ انا جايزتي يا اخي اوه كل واحد بتفكر في خيبته يبقى بتفكر في الفلوس الفلوس ايه؟ ايجري جرجت خبه انت فهم حاجة دي؟ ايجبالا ما قلتش غرط بقى مهم ده من النهاردة 27 منه يبقى كله بيفكر في الفلوس بلاش كده يا سلمضان؟ حقول الحاجة بقى يا غام طب أنا أعرف موظفين بيعدوا آخر الشهر بالساعة مش مليور عشان كده مش فاضينوا يشتغلوا هم... هم عقد عنا فنفسيهم هيريدوا ولا يشتغلوا يسلب بوقك حلوى ايه هده اللي حلوى النقطة نوكت ايه انه منت فاق ولا يا باش باش او شوية كده وشوية كده يسي ملوضان اه الله ايه كتب ده قانون الوكوبات انت احترك الحقوق تاني رمضان عليك ازاي لاني كنت بالوقت وحشني قوي رمضان وحشني قوي رمضان روح اله ربنا سد أبواب الجنة في وشك والنار كمان عشان تحتاسي في الآخرة ما تقيش حدة التويكل مقلوم ستمية وخمسة برطوم ايه رجعت الشنطة مكانة كله تمام وفاهم هتعمل ايه ها فاهم كل الحاج اقولك ايه المهم بقى انك انت متركبش معاه تعمل المستحيل عشان تزوغ منه هزوغ منه ليه لا ما فيهاش ليه هو لازم كده وقم انت بقى على المصلحة وتشوف شغلك عادل حد ما نتقابل عشان يلبسها اقول لي ها اقول لي ما تقولن انت يا جدا اقول لي يعني الواحد دول الله والفلوس حتقضوها فيه احنا هننام عليها لحد الموضوع ماهدة خالص وانا اش ضمن اللي انتو بش هتتحكتو علي يا جدا عيب ربنا ديه معروف احنا مخونش بعضا شو ما احنا هنروح منك فيه وبعدين ما انت ممكن تبلغ علنا وتكشفنا ونروح كلنا في حديد انت عليك نور ربنا ما اجيب حديد اخي جايس التكشفش حتى؟ جلو تمام خلصوا ما انت قابل بكرة الصبح انا وانت قدام البنك ماشي عمالة فلوسك تمام يا سهر رمضان تمام يا عم حافظ كل شهر انت طيب انت طيب يا حبيب شاين لا بشبيش السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله موسيقى بقولي يا استاذ رمضان عايز تقولي يا بشبيش انا كنت عايز اقولك حاجة طب ما انا كمان كنت عايز اقولك حاجة ماتو لا قولي انت الاول انا بقولي يعني اسيبك وانت طوح المجمع لوحدك ليه قصت عايز اشتري الشاي والبن تموين كل شهر يعني تعرف انك انت ابن حلال ليه لاناني كمان كنت عايز اقولك اسباق علشان التاكسيات مكتقفش الا للزبون المفرد فانت لما حتمش حلقة بدل التاكسي 2 ايه ايه بساني خايف يعني تستطل الشنطة شنطة ايه اللي هستطيل ما انا متعود عليها كده طب بساق جزانة بقى يلا طبانك دي عهده يلا بالسلامة عهده ربنا يوفقك يا بشبيشي يلا يا اخوي مع السلامة سلامة يا بشبيشي مع السلامة يا بشبيشي ينزل اللي اقتصر اللي اقتصر اللي اقتصر فانت بساني يا ابني محسنة اللي اقتصر جاة سليم جاة سليمي يعني ايه دا انت كنتنح اتدوت المهما يباشى باكلم نفسي المراضي بتولد هل هو المال المراضتك بتولد توبته بالهبدة دين ماشر يباشى فيا ماروة تاكسي تاكسي صادي على فين؟ حدك اللي انت عايز على فين يعني؟ البخالة ما مش عادي اخد خمسة جنيه انا مواف المواف اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة شوفوا اشتركوا في القناة 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 عيكو سلامة فن فضل فن الوزارة مالوة فضل خير تم ايه مصامر مفاجة على اخواره يقول انه هو اللي اختلس المبلغ ليه يا رمضان ايه؟ وكلي الوزارة بيقول يا رمضان يا ابني ده ايه الامل اللي واحد فيها دي اخيرا بكلم وكلي الوزارة وبيبتسب لي ابتسامة ذات مغزة شوف هدية هميت ان تكون مختلس انك تكلم وكلي الوزارة شخصية ليه يا ابني كل ده بس انت سعلم مني ولا ايه؟ وكمان بنتعاتب اعتابي الاصدقاء شوف الحلاوي يا رجل ده انا حفيت عشان اقابلك دول قالول انت تجنمت سال رب بنكله يقابل البه واكيل الوزارة ده اعتبر تخاطر الرأساء وتروح في سين وجيه خير كنت عاوز مني حاجة كنت عايز اشكلك واجئتي كنت عايز اقول لك تقولي الكمبيوتر بتاعكم دي يختش على دمه ويديني شقة ولو قضى وصالك مني لتجاوز فيه يا ابني ما انت عارف الكمبيوتر ما النصر تتعلم عليه ما يا ابني الكمبيوتر دي بيشتغل عندك ويا ابني انتوا اللي بتدونه المعلومات ويا ابني انتوا اللي بتاكلوه الكوس بدليل انه عمره ماده الا للمدير العام والمراقب العام والمشف العام والمتنائل العام على كل حال يا ابني إذا خالت ضعت منك الشقة حنعوضها لك بحاجة تانية أحسن منها مئة مرة إيه رأيك يا سيدي حدك حدة أرض تبنى عليها اللي انت عايزه فيه؟ في السلوم في السلوم المستقبل كله هناك لا وإيه الجمعية عمل مثل هناك بخمسين قرش عايز نسكب بعيدة عدل قاهرة بربعمية وخمسين كيلو دي تبقى صيف فيها يا ابني صيف إيه؟ هو أنا عارف أشدت الأول لما حصيف أنت عمدت زي ما وزعت عينة كسطور تلع نصيبي متر ونص وديتهم للتنزي قلت يعملهم لأي حاجة عارف قال لي ينفعوا إيه؟ إيه؟ بالضبط زي ما قال لفاند كده إيه قال يا ابني ورجع الفلوس مستني كلامة كم حتود نفسك في ده يا سيدة الله يشكرك الله يخليه تشكرين قول يلا ونبي حاجة مأمور يلا وحاجة أبو خلصت يلا يلا أقلب أي حاجة البيه الوكيل حيبقى السارة والبيه الوكيل عايز يتغطي مع ورده كمان يلا حاضر حاضر يا سيدي خده يا بخير حسنين خده في الحجز حاضر يا فاند ربنا يخليه كشيخ زخلت وضعيبت زخل العدالة يلا حسنين يلا باي باي يا وكيل باي باي يا ابني باي باي يا أخوي يلا يلا مش قدامة تخافش امشي خد من غير يلا نضربت بقامة امشي اخد قذ من النيابة بتفتيش بيت المتهم وعمل تحرياتك يا سعيد حاضر انما انت مودينا على فان موديك تشرب القهوة في الشارط اعني باشربها مصبوك يا دمك يا اخي بقولك ايه ما تليجي بدا ما نروح اتزر مع الناس نروح اتزر مع بطول ونخلص ده انت مستهد يا حبي لأ بقولك ايه ما تزوق ليش انا بقولك اهو انت واخد واحد سرق ربعمائة الف بني مش واخد واحد سرق جزء من اخر لانا شله جزء جنيهات انا بقولك اهو احتريت لفظة طب تعال اخش يا ظمر تظهركم ايه بزوق ازايكم يا اوباش يا سفلة القوم مش انتوا سفلة القوم برضو واوباش دي قوضة رمضان اي فاتشوها ليه يا حضرت الزابط رمضان اختلص من رطبات الموظفين رمضان جوية قوي يا حضرت الزابط مش ممكن يميت يدو على حاجة تغير لا اعترف مش ممكن انتوا اكيد ضربتو احنا فضرمش حد معقول؟ مش معقول رمضان يعمل كده؟ مش معقول مش ممكن مستحيل رمضان يختلف يا ماما انا متأكد ان المسألة فيها حاجة غلط رمضان مش ممكن يعمل كده ابدا يا اختي كفان فضاح والبوليس دخل بيتنا قال لي اقول لي يا جدا عندي انتوا بتدوروا على كال ربعمائة الف جنيه ربعمائة الف جنيه بقى المساخمة على هينه ده يمشي ربعمائة الف جنيه اختلص يا اخويا اختلص ولا مختلصي المهم اني خاده دي اه بانه الساهل سهتل ده يا ماما حرم عليك بقى فيش حاجة خدمة احب انابهكم اذا كنتم مخبين اي حاجة هتوعوا تحت طريقة القانون وهجيبوا نفسوكوا الاذب احنا ما نعرفش حاجة قال ليكم اسكف الحمار الحمار قال ده احضن لحمير يا اخوانا عد كده العطرة دي مش معهول هنبدأ مرمين كده لغات متخلصوا اجراءاتكم اسكت يا جانع انت اسكت وروحوا ارعط مكانك وحيطة ابوك يا عسكري يروحوا قلوهم الاخر رمضان زهم الاعجل قلتلك اسكت لاحسن اقوم اكسر دماغك يا جانع صنع ابنك ايه وانت هتقدر تعمل حاجة هاعنا يا عبد العازة فاضلكم مكان لزه الاخر ارجع مكانك اخين انت رمضان علي ايه ايه يا رمضان ايه اللي حطل يا رمضان بعدين هقولك كل حادي ايه اللي جابك دلوات انا جاي بلك لقمة تعيش يا عليا تعيش هات منها الاكل يا عسكري انت بتتقمر قوي والنبي يا اخوي بتديله الاكسر حاضر يا ستة هو مسموح له باكل مدن بس ايه مش انت روح انت عليه روح يحطي بضن تبطي خصيفي ازاي بك يا رمضان يا ستة مش بقى ما تعدليش في باهية الله انشي مكانك يا جدع انت مش لما اتنويني الاكل الاول حاضر يا سيدي حاضر اتفضل يا ستة مع السلام انت حلويت وبيت ملفوفة كده مع السلام كان يبالك من نفسك اه انت محلوية كده ها ايه يا سيدي اهو هات الاكل يا رمضان طيب يا ستة الغد اتفضل انت تعال ايه هانا ان امار العسكري اه دي رمضان يا رمضان كل تقارير ان ما بحثت اللي ادامي بيقول انك كويس وصمعتك طيبه وانك ماشي دوغري ما هو ديه اللي انا بقول يا بيه انا فعلا ماشي دوري عشان كده لما اختلاص تجدت لكم على بلاطة كده على طوب مش احسن ما كنت حلقت لكم الخزنة وتعود تحققهم وسيني وجين وتقليب دماغكم لا يا بيه لا واقعين كنا انكشف او ما انكشفش انا محبش الطرق دي انا لابتاعمس كهرابايا والعقوب بصجار اختلاص واختلاص حقيقي وقوي وواضح ودقيتها معروف من سبعة العشر من سبعة العشر ايه من سبعة العشر سبين سجن كما هو المادة مية واثناشا الباب الرابع من قانون العقوبات يعاقب من اشغال الشقة المؤقتة كل مواصف او مستخدم عمومي يحتلس امواله او اوراقا او امتعه سلمت اليه بسبب وظيفته وانت عرفت الحجاب دي كلها من ايه لا لا انا مقلت لكش الا اه يا سيدي كنت انا طالب في الحقوق بس بطلت دلوقت بس حفظ المادة مية واثناشا الباب الرابع من قانون العقوبات كواس او 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 ماني مسجون جوا نفسي وما فيش حاجة عارف حقق طب ما تأخذنيش انت لو مسجون جوا نفسك اهل عميت مرة مما لو استجلت في سجون مصر كلات يلا بيه يلا خلصنا وحيات ابوه يلا دي القضية جاهزة واضحة والزبون مداب ومعترف وإحنا جاهزين احنا جاهزين حول طب ليه عملت كده ربط اصدق البواعس يعني يا بي هي ده عادي اسأل واحد تحت ايه دهر موامية الف جنيه حسب فيه لقيت نفس عمل مخرج على المعاش حقق ستلاف جنيه نقطة نقطة طب خليك انت مكان تأخذ الحكاية ببساطة قوي ما هو يا بيه لو قانون العقوبات بيقول ان المختلس يعدم كنت فكرت شاورت عقلي لان العمر مش بعذا وحتى لو غيرت القانون دلوقتي مش هطبق علي ليه بقى لان الجريمة حصلت في ظل القانون القديم هه منطق مش كده انت طلعتن من اين وش معنا ما يعني بتفكركم من ايه ما الدنيا مليانة حرامية طب فكر وارجع في كلامك وانا هحفظ المحضر افكر افكر في ايه يا سعدت البيت انا لو كان حصل عندي خمسين جنيه عدزي في الخزينة كانوا اعتبروها اختلاص زيهم زي الربعمائة الف جنيه حتبقوا المادة مية واثناشة بابر ربع من قانون العقوبات جنيه زي الف يبقى ان سرق تنسل اجامل شغل بلك انت على رأيي الليلة الارشانة بتاعت اتطره يعني مفيش فايدة في تملك انت بتضيع وقت سعدتك انا هنجيب الفلوس وساعتها اللي حطوله ابيض والاسود وحتتحبس برضو وما حياه فرص برضو يا باشا طب انت هتخرج دلوقتي اخرج امع في ايه هتخرج برض هتراوط ادنا ليه كده هتدفع كفالة وتروح لغاية ما يتحدد لك جلسة طب انا ما عميش فلوس اتفح الكفالة ما عندكش فلوس واحد ربعمائة الف جنيه وما عندش فلوس لا ما هم Wolf cn ما هم دول يهم اوان تاني خالص ولا العافلية الزور اي عروح مكانهم دلوقتي لما اخرج من السجن مع لاه يخير بقه يبقى فيه كلام تالي على رأي محمد نطيف شوفته ملتش الاهل والمحلئ سيبك من الكلام ده دلوقتي يعني انت مش هايز تخرج بكفالة يا به انا عايز القضية تخلص الوقتي والحكم في اوام اوام وال والسجن اوام اوام عايزين ننخلص ايه اللي حي خبرني ويتخلني؟ على كل حال انا اقدر اخرب لك من غير كفالة بضمار بطاعتك الشخصية ومحل سكنك او تلاقيه لك وحان يتفع عنك والله هسعدت البشر مسألة لا محتاجة وحالي ولا غيره القانون واضح والمادة معروفة ومحفوظ ان انا اقدر خبرك عادي تخربني خربني ينكلك هدف تاني اه وقت بطاعتك الشخصية معيش بطاقة واروني بقى هتعمله ايه ولا هنكلم حظلك اهول لها في الطعام اهي اهي ينكلك هدف تاني بس شفت الصورة بتاعتك حلوة طب اتفضل الدهارة ومحفوة الصورة صورة جميلة من الساعة ما كنت في العدادين ايوالله اتفضل ايوالله ايوالله اتفضل ايوالله خليت اسكر محفوة سلام عليك مع السلام عليك كثيريا فينا ايوالله اتفضل اتفضل ايوالله اتفضل 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 اعمل حسابه طبعا لكن اهو اجراء ممكن نعرف فيه اي معلومات تفيدنا عن مكان الفلوس المهم عندنا دلوقتي الفلوس حاضر فم ايوان اللي انت ايه هرب ايه هرب واللي حيلقيني حيدونهم كفقة خمسين الف جنيه حرامي 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 ايه كتكنين احنا نعصين هم رديد حد يسجلوني يلا مشي بالكالب يا كفر رمضان ماما يا ماما ايوة يا عليا في ايه رمضان رمضان جي يا ماما رمضان رمضان حمد الله عسلم ازايك يا علي ليه عملت في نفسك كده يا رمضان ازايك يا رمضان خير عملت ايه خدوا منك الفلوس هم مين دول الحكومة ما يدروش وما الحصل ايه سابوني اللغات ما حديدوا معدني الجلس يخطي عليك اسم الله يا اخويا انت تعباه خدس يا حبيبي اهلا وثهلا خطمه عزيزة اتفضل يا اخويا اتفضل اهلا يا رمضان علي اعملي شي الخطيبك ولا اقولك اعملي شي الخطيبك ولا اقولك اعملي شي الخطيبك لا بلاش امه العايز ايه يا اخويا اني يجعل يعني الاثنين دقيقتين ما حضر لك الاب يخطي عليكو على جمالك اخطي عليكو اقولي يا اخويا هم صحيح كان اتنين مليون اه اتنين مليون امه كم يعني امه مفيش الله ما فيه امه ربعمائة الف بنيها عمه 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 ازاي بقه حلوين يا اخويا حلوين دول يقدر مع امارات ويجيبوا تاكسيين ويخل دول ايش انا اغنغة عمه امه اخويا عملك لامه ساكلها يا ضنايا ربنا يخلك لشبابك علي يا خلي بالك من خطيبك يا حبيبي ايوه خلي بالك مني لالوط بالشباب اه 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 بيخه مش كده عملتي كده ليه رمضة عشان نعيش امتة كلها كم سات أكي انكم سافرت اي seria للجمينة ارشين والجم Heck بس الدول بقا مش ارشين دول ربعمائة الف프� كنت اموال الدنيا كلها م CV استعمال كده كفينك هتبقى رد سجون يا ستة رد سجون ردا حواري الناس مالهاشغرى اللى قدامها صف من جامعة ابو زعب انا ما بهذرش دلوقت يا رمضان خلاص على العموم الكلام جه متأخرü عليه مش متأخر ولا حاجة انت ممكن ترجعلهم في رسو اللا لا دإحنا نبقى بنهذر بقى صنعلي وانت فاكرانة يعني لما هرجعلهم في رسو ها يحبوا على رسى ويسوبوني ولأ الجريمة وقعت خلاص كده ولا كده داخل السجن وفقد وظيفتي ثم أنا عايز أعرف بقى بصراحة أنت قلبك علي ولا على نفسك تلاقيك خايف لغيب عنك وما تتجوزيش بسرعة ما تخفيش طمني الناس بتوصل 45 سنة دلوقتي وما تتجوز بس بيمشوا يكلموا نفسهم في الشوارع أنا ما تكلمش على الجواز اللي بينه بينك أكبر من الجواز أكبر قد إيه؟ كم كيلو يعني؟ خليكوا واقعيه علي من يومين ثلاثة أمكم مكنيش طيقاني الوقت بيتقول لي يا ضناي إحنا في زمن بطاعة الإنسان فلوسه 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 بس علي اسأل الجعان جبتلك كوسة ورزه وفرح النمائي حتاكل صوابعك وراءهم ألو يا فندم جوا السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله أهلا بك فندم فضل شكرا برناية ترى كل خير يا فندم الحراسة وفقت تسلمنا كل الأملاك من النهاردة لو حبينا آآ مستني ولا حاجة فندم حبدأ حالا في إجراءات الاستلام تبقى يعمل لك إيه ما شوية عشان أنا عايز أصفي تصفي؟ أهلا بقى صفي والواحد فضله في العمر قد ايه العضراء ايه المسل رجل برة ورجل جوا إلي تشوفي سعادتك على العموم احنا عندينا ممتلكات جايباننا النهاردة أسعار خرافية عال 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 بيعوا كله واختار أعلى العروض حضر فندم أستاذي منا ماشيبش أهوة لسه ولا أقول لك ملاش أحسن يمكن تعمل لك حموض عفاية رابع فندم أستاذي منا ألغم بروك سعادتك الله يبارك فيك مع السلامة شكرا شد حينك صباح الفل يا عام ألغب بروك لسعادتك ألغب بروك ماتتك بروك أخيرا صراح عند الفراسطة ورجع عند العقوان الصحاب آه مشكل مشكل فضلوا فضلوا يا عمي يا عامي يا شديدة عمر يا دي يا عمي إحنا عايزين نشرب شربها هو فيه مناسبة بحسن من جيه ده حاضر ثانية نعم يا سيد نعم اسمعك ايو يا سيد عميل الشرباط حاضر بقولي ايه نعم كش يلك في السكر حاضر سعر اللي من دول بقى فوق فوق خالص حاضر يا سيد بقولي ايه نعم ناقي اصغر كبيات عندك حاضر اهلا وسهلا اهلا مفضل اهلا مفضل تظلو اهلا 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 يعني اخوانا بقى لكم مدة طويلة ونسألوش سنين طويلة ما شفتكوش اصل ما كناش حاوزين نزعجك والله يا بيه الود ودنا يا عمي ما انسبكش ابدا اه طبعا 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 ما نعارش احنا كنا منتظرين اليوم ده بفروغ الصبر وكانت فرحتنا تكمل لو كان البيه صغير لسه عايش لا يرحمه بقى ربنا يباش بشتوبة لتحت راسك يا فريد يا ابن الغطري في بيه وزيزا حت ساعتك دلوقتي بومب بومب والحمدلله ان شاء الله دايما يا عمي السلام عليكم عليكم السلام يا عبدالله مش ده منزل اه بقول غطري في بيه من عيين المحمودية مركز البحيرة عاوس حاجة ايه انا شعبان قريبه من محمودية مركز البحيرة بجورة الاسكندرية يا حمم يا حمم ايه يا جنة انت شايفني بقولك لله بقولك عزة بقوله غطريفي تكسيمه يا محمد خليه يخش هو خاس علينا حدا اتفضل خوش سلام عليكم أبوالي غطريفي بيه أبوالي غطريفي بيه يا أهلا وسهلا يا أهلا وسهلا زكى برغطريفي أهلا 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 وسهلا أهلا وسهلا أهلا بيه أهلا أهلا وسهلا أهلا أهلا وسهلا أهلا بيه والله يا أبوالي غطريفي بيه أنا فرحكي لك من كل قلبي لما عرفت لك انهم ركعوا لك فلوسك وممتلكاتك أهلا وسهلا أهلا وسهلا إنما قولي يا أبوالي غطريفي حاجات كتين رجوعها لك يا بغتك يا عم أنا عليك بردة أنا يالك بس إيه رأيك انهم تنعوا جدعان في الحركة دي أهلا برضو طيحها تتهنى بفلوسك قبل ما تموت فالله ولا فالك بعد الشر عليك يا عم أهلا وسهلا عارف يا أبوالي غطريفي بقى لك تين قوي ما جيش اسكندرية من ساعة ما كنت جاته أعدى في مكتب التنسيق قال كنت عزى أخش الجامعة الجامعة تيه يا أبو تمانين وارمعين في الماء دخلوا جامعة إنت كنت بتشتابش أربط أنت مين يا ابني مين دا دا شعبان ابن محمود الغطريفي قربنا من بعيد ده آه لا زي ابوك يا شعبان ابو يا مين بقى ابو يا ما خلع من زمان الله يرحمه انتم مش كنتوا بتشتابوا الشرباط ما تجبوني شرباط حاجة ما أنا ابو الغطريفي أحب أهو أجامل حقيقي ما فيش مناسبة تعدي ألمون بالواجد حد يموت أروح أعزي حد يعيه أروح أزور حد يتتل أروح أشهد يا أهلا وسهلا أهلا وسهلا طيب يا شعبان إحنا متشكرين العاف ده أجب علينا فأنا بقى يا برغطريفي به من يوم ما اشتغلت في الإصلاح الزراعي في المحمودية ولا إيه بقى يا شعبان نعم قلت لك إحنا متشكرين ولا بقولك العاف فأنا بقى إيه بقى بقى به تعبان وعاوز إستراليا ألا ما وعد مستلاحة هو معلش بل يعني نمشي تعيش ونجاملك طيب طيب انتم مش هتغدوني الواحد بيروح أأي معزة ولا أأي ميتم آه يا بيت غداية بيت عشي ده صافر يا أبا ده الجامل محمودية لغا تهيل إن شاء الله في المناسبات السعيدة ما هي مناسبة سعيدة هي ولا دي مناسبة من هي لأبنين وبعدين معاك يا شعبان قلنا لك البيئة عايز يستريح طيب طيب خلاص إحنا برضو يهي مينة راح تلبيت ما نزمش أي حاجة من البلد يا برغطريفي به منشكلين يا أخوة طيب يا سيد طيب أنا خليك ليلة وصاموا عليكم صاموا عليكم صاموا عليكم إنما الشربك دي عريحة ولا مسبوك هاي 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 حلو صاموا عليكم صاموا عليكم أعذروا يا صاحب تلبي ده ولد غلبان ولا غلبان ولا حاجة هو جعلنا دماغنا على فكرة يا جماعة أنا نازمة غلدة معاك غداية جاه ومالو يا عمي أيوة وأنا على فكرة برضو بأكل مسلوق والدكتور منافع علي كده والبنت عندي هنا بتضمخ على قدي ربينا دي كالصحة يا ساعة البيت وفي هنا مطعم قريب قوم الفيلا إنما رئيس قوي عمي يا عمي مين يا عمي على فكرة ما تنسوش أقول لهم في البلد إن أنا جاي قريب على الشرب ونظفوه للبيت حضر صاحب مع السلام ك etiquette تو читائي واحد عقض اللي prosecutor عشان يخوق العربية تقerschelly ان الكازمي هستر هستر ودقي إيكزمة اسطر إن كازمة آسنا كازمة الأسطر ودua إيكزمة من إن كازمة هستر الإكزمة نحن نحن اروح اسكتري يا فردتين جسمة ارجع بفردة واحدة شعبان تدخلت كده ليه؟ واه اللي عمل بك كده؟ انا عارف يا زينب روحت يا جامل نشروا مني جسمتي روحت عند قريبك الغني دي؟ لجعت بفلوس بالكم انا عارف حيعمل بها ايه؟ هو ربنا ابعت بفلوس بالكم من حيث لا يادري واني تتشي مني الجسمة الياتيمة دنيا بالحق قبل مالف نعم ابوي اش معنى؟ اولنا دخلة معاك قافية انا بكلمك جد وان ازعناها عشان الجسم؟ مش مهم الجسمة دلوقتي خلينا في المهم وفي اهم من الجسمة بتاعت اللي راحت؟ وبعدين معك بقى طيب خلاص ما ازعليش ابوي ام استنيك النهار يا مهر يسفيد ليه كفلنا الشر؟ اخصى عليك يا شعبان انا شر عشان تجي تخطبني ولا ارجعت في كلامك ارجع في كلامي؟ ديه كلام برضو؟ واني في ديك الساعة لما جمعنا وانت يا زنوبتي تحت ساعة بواحد؟ طب ابوي ام استنيك النهاردة الساعة سابعة يا وطب بس اروح ازاي وانا وانا من غير جسمة؟ عليس بلا جسمة ايه اخوه مش مهم الجسمة دلوقتي اروح اشتري لك جسمة جديدة اشتري جسمة بس ازاي؟ واحنا النهاردة كم منهم في الشهر؟ للجسمة دلوقتي بستة جنيه وربعة وربعة اللي هي عن العال حقانيين قوي طب خلاص يا أخوي رح اشتري جزمة نص هوم ولا انت بتتحجي هتحجج ازاي بس طب حقولك على حاجي ممكن نروح له بزنوبة طب أريحته بزوبة بزنوبة وبعدين معك بقى طب خلاص ما يزعليش أنا عروح استري في جزمة من واحد صاحب لغاية آخر الشهر يا سلام عليك يا شعبان ما تجيب قبلة وانت حفي اهلا وسهلا يا ابني اهلا بك يا عمي يا مرحب مرحبتين بتقول حاجة يا ابني حوليها يا عمي لا يلالة لله انا عندي فكرة انك زميل زينب في الشهر في الاصلاع الزراعي اهلا وسهلا اهلا بك يا عمي ما تتكلم يا ابني حقول ايه يا عمي انا اصلا حضرت قبل كده ما ياتم وافرح وطهور ان اما اول مرة احدى الخطوب ومعرفش ما بقوله ايه اولا ايه حاجة يا ابني اولا ايه حاجة اولا ايه حاجة واند مش انت عارف انا جاي ليه الله يجازش تاولك الله يجازش تاولك انت كمال يا عمي عشان شاطين احنا الاتنين يجوزوا بعض حلوة 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 على كل حال يا ابني مادام انت عاوز تتجوز زينب وهي موافقة خلاص الدنيا وما فيها الله يكريمك يا عمي الله يخليك ايوه يا ابني بس لازم نتكلم سويا في الإجراءات إجراءات ايه يا عمي هو انا حتعين في الحكومة وانت حكمه ولا ايه لا يا ابني انا قصد الإجراءات يعني الشبكة والمهر والجهاز والحاجات اللي زيه دي يعني انا ما يقدر ايه ليدك دي يا عمي قول ليه انت محوش كان ليه ليه زي عشان تتجوز هم شوف يا عمي انا يا ما هيتي 8 جنيه و 14- força ساعة تم تقول لي محوش كم الله يكازيك يا عمي هاهاها مهر ايه وشابكة ايه الحاجات دي كانت على أيام كنتم الحاجات دي بديت خلاص دلوقتي هتتمسك بالحاجات دي وحياة النعمة دي بنتك حكبور ولا حد حسأل عنها حد لا يورساني يوك هلا الأيام دي شوف يا ابني أنا ن��عيش شابكة ولا عاوز ماه ولا عاوز حاجه قابجة أنا عاوز الشقة اللي هتعيش فيها عندك شقة؟ شقة؟ ما تشوفها ما أقول لك أصلاً كنت ساكن أنا أبويا وأمي في شقة جيها أبويا مات أمي ماتت بعد إيه الراجل صاحب البيت طلعي ناد أنا أبوك ما كانش بيدفع الإيجار طربني بس أنا دلوقتي قاعد في قوضة إنما إيه؟ حلوة أوي أوي ما فقاش لا مية ولا نور ولا هوى بس شرحي وعيز تسكن بنتي في قوضة سيدي؟ لأ طبعاً يا عمي ما صحش أمي هتعمل إيه؟ هنقعد عندي أتجوز هواعد عندكم عندنا؟ ايوة أنت تقعد في قوضة وأنا وزينا بنقعد في قوضة هيش هيتك كم مطرح يا عمي؟ يا عمي أنا أعجبت من المقعدة يلا يا عمي أنا أعجبت من المقعدة يلا يا عمي كم قوضة إيه يا ابني؟ دهنا البنتين بولادهم قاعدين على نفسي هنا ده إحنا في مسباحة ومش دي منتك برضو هيحصل إيه يا عمي ما أعجبت معاك ولا تبنيت منها على حظ أني دي إحنا يا ابني ساحة الصبحية بنقف على دولة المية طبور ولا طبور الجمعية طب ما تعمل أطوع في الصال حاولك على حاجة أنت مش عندك بلكونة عندي قفلها وقعد فيها أنت أمراضك وأنا والعروسي نقعد في القدرة بتاعتك اسمع يا ابني اللي عاوز يتجوز بيجي جاهز عنده شقة عنده شقة إيه اللي شقة شقة هو أنا سمسار ولا عريسي عمي اسمع يا ابني تحضر الشقة على عيني وراسي ما تحضرش الشقة مع السلامة بسكрь لبقى هاشotto فضر فضر طب يا عمي ماقولك أنا مستنيك تقل لي أنت جاهز وبعضبت الشقة كده برضو تكسفنا يا عمي مع السلامة طب يا عمي طب يا عمي مع السلامة طب أنا جبش لابنيه بالوقت طب انت كنت بها بتجري وراها ليه وتخلينا اتعلق بيك لما انت ما انتش عايز تتجوزي انا مش عايز اتجوزك ايوة ما انتش عايز تجوزي اهو ما انتش عايز تجيب شقة اهو طب انا جيب شقة منين دلوقتي طب برينا اعمل ايه؟ اضل ودي حكمته ده اقل شقة بلدنا دي خلي واحد الفين جنيه يا خوة بدل ما تفضل سلبي وتقول لي عمل ايه يا زنب عمل ايه يا زنب تعالوا نحط دماغاتنا في دماغات بعض واندبر حالنا لا دماغي ولا دماغي كفاة فلوس يبقى ايه فايدة دماغتنا وبعدين ما عاجبا يا شعبان انا لقيت الحل احنا لو حويشنا مهيتك على مهيتي نقدر نجيب شقة بس بعد سن المعاش حلوة يبقى للورصة يعني بقى لا انت عايز تجيب شقة ولا عايز تفكر تفكير سليم وكمان اعملت اهذرلي انت بنى عليكم الشباب اياهم اللي قدوا قدوا وقت مع البنات كده وبعدين ما يتجوزهمش اني اني منظر واحد يعمل الحاجات اللي انت بتقول عليها دي من فضلك ما تكلمنيش انا تأكدت بعميلك دين انت ما بتحبنيش يا زينب انا عايز اقولي من فضلك بقى تقطع علاقتك بايا خالص وتنسى انك كنت تعرف واحدة اسمها زينب حتى صباح الخير ما تقولها ليش زينب يا زينب عودي يا زينب عودي اهلك في انتظارك يا زينب اتلع الزلامة تعتميش اتلع الزلامة ب mala عودي اهلا 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 يا سعت البيه اهلا دا اهلا يا سعت البيه أهلاً أهلاً لك هتشتغولي ولا إيه؟ ورايا ورايا كل حتة وإحنا نقدر نستهنى عن سيادتك تقولوا عمرنا مناش إيما من غيرك وإيه اللي انتو زرعينه في الجنينة ده؟ ده فل وياسمينة سعدتي فيه هعمل إيه أنا بالفل وياسمينة؟ عاوزين يمتعوا نظر وشام سيادتك رح يزرعوا حاجة مفيدة لها فايدة هرئين ملوخية، شوية بامية مش تقولي نظر وشام معك حقا دعنا يا سعدني معك حقا ولدي العزيز فريد تحية طيبة وأرجو أن تكون بخير وبعد نزف لك هذا النبأ الهام فقد عادت الحراسة جميع أملكنا وأقوم الآن بالتصفية وسيتم بلك كل شيء خلال هذا الأسبوع وما أن أحصل على المال حتى أأتي لك في فرنسا ليجمع الله وشام لنا مرة أخرى بعد طول الامتظار اتطمن، الجميع هنا يعتقدون فقدنا تماما أنك قد مت فعلا والحمد لله إن هذا السر ظللنا محتفظين به طوال هذه السنوات أوصيك بنفسك حتى علىك خريبا جدا جدا بإذن الله والدك الغطريفي والدك الغطريفي الصباح الخير مرة واحد تلعى المعاش معرفش ينزل حلوة حلوة، حلوة، بلاش، بلاش طب مرة واحد كان غلبان قوي وبعدين بقى غلبان قوي زيادة يعني بلاش دي، بلاش لقيت لقيتها يا زيادة، لقيتك حال حاجين الشاق بس في عبد، عبد جاه النمي خد ودي معاني حلوة ايه؟ اهو كده، عبريني لحسن من الساعة دلت ما كنت مخصماني واني ما بنامش الليل يوح اللي ايه بايا شعبان؟ انا مهزارش، انت هاقف الراجل قريب الغاني قوي دي؟ نالو دي، اللي انا صرته دي؟ لحسن الحظ انه موجود في البلد الايام دي طبو ده هيعمل لك ايه؟ لا، هيعمل دي كل حاجة بكيش دعوة انت بس، انا حصرت معاه ده بيحبني قوي عرف الدليل انه بيحبني قال لي ايه؟ قال لي ازاي والدك شوف الراجل وحلوته لما يقول لي ازاي والدك تستنيني في البيت النهاردة؟ هجيلكم معاي حل سلام يا حبة القلم مالبينه قبلي طبعا الخير يا ابن غطري في بيت؟ ده شعبان ابن محمود غطريف قال لي انت سيت ولا ايه يا بيت؟ لا ما سيتكش خير خير ان شاء الله انا بس كنت يعني عايز حاطلك كده في كلمتين بقول عايزين بقول يعني اصل انا زي ما تقول كده يا بلبيه داخل على مشروع جواز مبروك الله يبارك فيك وكنت بقول يعني يعني كده يعني اصلي انا كنت يعني زي ما تقول ما تقول يا ابني وتخلصني حاضر ايه؟ تسمح لعد يا بيه؟ انا زي ما تقول كده عايز شاء شاء تكونش مفكرني سمصار؟ لا يا بيه العافلة سمح الله انا بس بقول يعني ان احنا قرايب واني من لحمك برضو وانت كبرني واليادي العلي خيره من اليادي السفلة ومنقدم شئ بياديه التقاه ايه يا ابني اسلوب الشحاتة ده؟ عايز ايه؟ الشحاتة يا بيه لا سمح الله انا بس كنت بقول يعني عايز من حضريتك الفين جنيه سلف ايه؟ سلف؟ ما تتجعسي ما تتجعسي يا بيه ماهم انا عايز الفين جنيه سلف وحردهم لحضريتك كل شهر اتنين جنيه حكتبلك بيهم كمبيالات برضو محدش ضمن الموت من الحيه عارف يا بيه؟ الشقة اللي انا حاخده هي تلت مطارح ربنا حيكتبلك في الجنة تلت مطارح بعافش اتنييتهم ايه الولد المعتوه ده يقعد الجوان يلا يا شعبان فرصة تاني فرصة ايه يا ابحب جوان؟ يا بلغطريفي طلع الولد برا انا مش نرصك مش عايز وجع دماغ اخص عليك يا بلغطريفي اخص اخص حاضر حاضر بس ايه بس زيادك تعال هو انا عمدت حاجة زعل لا ابدا بس تعال معايا يلا يا بلغطريفي طب خليهم تعادك ليه كل شعر يا بلغطريفي اخلع برا يلا برا فيه؟ هتودي الفلوس دي كلاتها فيه؟ خليهم على قلبك كده يلا برا برا طب يا بلغطريفي حاليسنا بطل اهلا يا شعبان اهلا يا شعبان اه فندم انتو بعتولي ايه الحالة اللي عندكم؟ حالة؟ اوه سيعتك يا فندم غلطت ده العيان فوق في الدور الفؤاني انا مش دكتور انا السباك مين يا دينا؟ هو اه البيض سباك يا امه هو اه حضرتك سباك ايوه يعني بيصلح حالفيات وبوابير جازي ايوه متابسي ظنر كان لازم تبعتوني بادري شوية لي خير هي الحانا فيها حامل؟ لا محتاجي قلب عندكم قلب ولا تاخدوا قلبي من عندي؟ قلب؟ لا احنا ما عندناش قلب طب من فضلك نشف المياه علشان اعرف اشتغل لا تطمني ما تتخضيش انا مش قلتلك تطمني يا هنم هو الحساب كان حضر جنيه كشف وجنيه تغيير القلب ايه بقى الحساب كله؟ الدين جنيه؟ ثلاثة جنيه علشان فيه جنيه رسمة لوح سلي دكتير يا حضرة من فضلك انا ما حبش حدي يفاصلني في شغلي ابدا طب وعشان خطري عشان خطريك منهير فلوس لا انت حجب علينا اخوة خد ثلاثة جنيه بتوعك هم اخضر اخضر اخوة بك تمشي امشي مع السلامة ثلاثة جنيه تصلحها نفايا عالم انا عارف انت مشتغلتش سباك ليش عباني سباك عب يا زينة عب ده ده راجل محترم ده ان اهلي صرفوا عليها دم قلبه انا معايس انه ايها عامة رحت مدارس وجيت من مدارس وبتدوت من جد ولل ضرب وقالب بهته ده كفال استاتيكا والديناميكا ومركز السيقل وتقولي لها بقى سباك طب خلاص انت بلك نافش ريشك كده تكونش قابل تقريبك الغني انا اشوفك خالص طب اعمل ايه بس انا يا زينة العنب اصيرة واليد اصيرة اعمل ايه اعمل ايه بس يا عالم ههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه موسيقى ايه دنيا البقاء في حياتكم جميعا يا اخواني البقاء في حياتكم ما بقاء الا وجه الله والله ما بقاء الا وجه الله يلا انا اعمل ايه انا عايز بيبس ايه دنيا امشي عيد الي احتار عدوك فيه امشي زي الجزم في الدنيا لا تتضربوا بالصورة معنا ادمغتكم في الاخر ايه كان امير كان امير ان شاء الله تبقى تشوي في مر جهنم يا غطريفي انا حيخس عليك حاجة لو كنت تديتني الفين جنيه هفك نفسي بيهم في شقة ان شاء الله يبقى ربنا ياخدك كمان مرة امير كان امير يلا ربنا سمحك انا اعمل ايه امشي زي الجزم في الدنيا لا تتضربوا بالبلغة القديمة في الاخر انا بقولك اهو يلا اعملت حصر بالممتلكات وحسبت التلك طبعا حوالي ستة مليون ونص ستة مليون جنيه ونص يا ما انت كريم يا رب حينوب كل واحد مننا كام يا سعب جواد ايش وقت الكلام ده دلوقتي ايه دنيا المعزة خلصة صحيكم مشهولة الله يرحمك يا بلغة طريفي صحيطني ليه يا ابا عبدوان كنت يسيرني نايم علشان انسى انه مات يلا يلا انت بقى بقول ليه يا ابا عكوان هو المرحوم كان مواصيكم ما توزعوه السجاية حفاظنا على الصحة العامة انبعزة خلصة طيب هو انت مش هتعشولي يلا بقى يلا امشوا زي الجزم في الدنيا لا تتضربوا على قفاكو في الاخرى ها خلاص ما بقاش كحد خلاص كلهم مشوا طب مني كل واحد حينوبوا كام من المراس هابرا جمدا اقل واحد فينا حينوبوا مليون جنيه يا ما انت كريم يا رب من بختنا ان ابنه الوحيد مات في فرنسا انت بتحلمي احنا مش حينوبنا الا ملالين ليه مش احنا دلوقت الورثة شرعيين في نظر القانون احنا ورثة من بعيد احنا حواشة من ضمن عشرات غيرنا من حواشة وكل من هبه ودبه من قرائب هيصاروا ويطالبوا بالمراس ده غير نصيب الحكومة يعني بعد التصفية كل واحد مننا حينوبوا ملالين لا ده زن ستة مليون جنيه يتيروا مننا يتيروا من قدام عينينا او انتا مفيش غير حل واحد ايه هو ايه هو ان ابنه مليكنش مات يعني ايه بقى ابنه فريد مات وشبع موت ولو كان عايش كان حيورث لوحده اسمعوني بس ابنه مات ده صحيح لكن الحكومة ما تعرفش انه مات علشان ماتش في الخارج مزبوط مزبوط لو جبنا واحد وقفوا قدام الحكومة وقال انا فريد الغطريفي حياخد السرمة كلها يعني اصدق نجيب واحد من طرفنا ويقول انا فريد الغطريفي بالضبط وهي الحكومة بريالة عشان تصدق اي واحد هيقف يقول انا فريد هيقولوله اهلا وسهلا ياتي فريد يا ناري مان في نظر الحكومة الانسان مجموعة اوراق شهادة ميلاد فيش وتشبيه بطاقة شخصية الى اخرط مزبوط مادام فريد هرب لما حطه ابوه تحت الحراسة وبما انه مش هيرجع علشان مات ممكن نجيب اي واحد نعمله الاوراق المطلوبة ويبقى هو الشخص المقصود ومين اللي هيزور الاوراق دي كلها وازاي؟ سيبي العملية دي علينا الفلوس بتعمل المستحيل ايوا بس دي لعبة خطرة جدا علينا ولا خطرة ولا حاجة وحتى لو كانت خطرة خطرة علي مش علينا احنا لان المفروض هو اللي زور وهو اللي عمل كل حاجة اه ماشئين؟ انا موافق انا ما عنديش مانع طب مين الشخص اللي حيقبل حكاية زي دي؟ موجود وكل المواصفات منطبخة عليه غالبان، محتاج، سازج، مش طمار، ومقطوع من شجرة يا شعبان شعبان ايه متوالي؟ انت عملت ايه يا شعبان؟ عملت ايه فيه؟ وقيل الاصلح ميزا حبيب وقالها تولي الوقت شعبان ويهل إزا حبيبه؟ انت بسألنا علي العلم حض الله ده ميزك دفطة القبلي من هنا وقالها تولي الوقت شعبان من هنا تعالي معايا اتفضل انت متحول التحقيق يا سيد وحيتقسم منك نص شهر ليه بس يا بيه؟ البقان خاصة انا معالي وانا كنت obligations ايه؟ انا مليش دعوة الاباني بقول كده واانتوا مسؤوليتك Potato طب مش لما تبقي السبيتون الاول but if they'd add you sbertли تبقيوا تقسموا مني ده نموظف ظهرات يا بيه؟ الله عبه ليش غلا بيى؟ لما الباندي في الميزانية يسمح عن ثباتك 4sey والباندي لسه مسمعش اوووه انت عنديin' دونامجة باكة اتفضل يا سيدا وحش في شغلك اللي بيحصل ليه ظلم كل يوم والتاني يخصموا مني عايزين نصف على اطلاح الضرع من مهيتي اهو شابان مين ابو عبدواد اهلا 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 شاية ولا مفيش داعة مفيش داعة يا ولا مجلس العيلة عايزك لامر مهم جد لقد اهلا 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 complètement زي واعدا يا Tai اشتركوا في القناة 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 طيب ستة جنيه ونصف سبعة جنيه وعشرين قرش وشلن بقشيش ها برضو مش هتكل حاجة يا مدموزيل لا مش واكل انا مستني ايا واحد طيب اي اي انا مجاش ليه هو مش بيكي كل يوم يا اسمك ايه هو مين ده الاستاذ ده اللي دفع لي الحساب مبارك لا يا ست ما بيجيش كل يوم ده بيجي ايام ايام دي وعد ايدي بس انا عايزة تديله الفلوش اللي دفع حاجة الاعادة عالترابيزة معناها الاكل يا مدموزيل طب خلاص روحت لي واحد كريم كراميل انت حتحلي قبل ما تتغدي انا حرة يا اخ طيب طيب اسمع اسمع يا اسمك ايه نعم هو الكريم كراميل ده بكام عندكم بخمسين قرش الواحد لا النص طب هاتلي نص اصان انا عامل رجيم قالوا لي ما تكليش سلطة ولا لحمة ولا اي حاجة اكتر من خمسين قرش طيب يا ترى انت فين يا اسمك اي انا دفعتك للحساب الافراج واصل يا محنانة واشا تعالوا يا فرحي يا اتكم خيمة ما يجلوطا حقولكم تبا لكم اي ايه اخلص انا متكلمش المحنانة بالطريقة دي انت لتخرص يا غبي اخلص ما تحدش ملقاتك ماتقلش اوات ما تجد اخلنا كلمات مش دلوقتي الله، 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 ده انت فرد صدرك قوي باعدتوا تايمونا وتسرحوا بيني وطول اللي كنتوا حمييني وحصيني الكل في جلوبكم واحنا من تخفيننا ستقلقكم الوقت لدينا متهنم معالي بس تسكنت يا باغي حانتي ما باغي كده بوس معجزة يا كلف سيبه، سيبه دماء مكان برضو ابننا وتلميزنا تلميزي ندامك تلميزي شغلة سفلة بنت ستين كلف فقق علينا اللي علمناك شغلة وبقى عندك صنعة محترمة تاكل منها عايش بعد ما كنت صايع دي شغلة محترمة دي؟ ده الحرمية حسن من نينة على الآل الحرامي بيسرق عين عينك ومعروف انه حرامي لكن احنا بنسرق الناس بسم الله بنقول لله علشان نطلع اللي في جلوب الخل والله بريء مني ومنكم يا حوش اللهم اطورك اروح خلاصة الكلام ايه دلوقتي؟ خلاصة الكلام بدمع اعترفت انكم حرامية ولاستين كلف يبقى ناخد حقوقنا ما انت بتلهاب تلت اللي بتجيبه دلوقتي يا ابني ايه هتلهاب التلت دهي يا غابة تدهي لامة امي انا ما بتكلمش عن ابني وبس انا بتكلم نيابة عن كفة الشعاتين المحترفين زميني وانني اليوم نبض اوعي ولا ش 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 بو ش 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 ترجمة نانسي قنقر 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 انت وترجمة نانسي قنقر كنت عايز تعمل لي علىها عايز نشهد حطوها بسلسلسلسلسلسلسلسلفرابي ينسو دينك انت فتحت عنينا على حاجات ما كناش نعباه فعبتنا ربنا عياك موسيقى 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 بلتك فل فل عايزي عايزي زيف زيفت برضو مش عاجبك الزيف وعاجبك الغابي قوي انما انت وانت صغرك هتومك بالدلعك تقولك ايه الحمار الله سامحك زعلت قوي الحمار هو اللي زعل يعني انت مروأ اوى اخوة النهاردة ومروأش ليه يا خليل عاجبك الرامي اللي انت فيها دي يا انا انت صاحب من زمان انا اللي اكتشفتك ومن هونش عليها تتلقح التلقيح دي عايزي ايه يا غابي عايزك تعقل يا ابن الحلال وتبطل تقوم الخلق علينا وحنديلك بدل التلت النص يا عم وما تقولش الحد وزا ما كنت ايش عايزي اشتغل لحساب اخو داللي مش ممكن ابدا نجومي السياسة سياسة ما اقراب لك مش هتقدر تفلفص مننا كان غيرها كاشطر اعقل يا ابن الحلال وبدل رميتك دي قوم اشتغل وان حاولت تلعب بديلك كده ولا كده برطوشي هتعملوا ايه يعني حنشحت منك رقابتك فكر يا ابن الحلال وانت فلح قراري ايو ومش غابي ايوة هاهاهاهاهة عني بقى انا وہنت قربية غبية انت حينة بقى العيد قرب و احنا منقيلك مكان سوا 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 كل ايه عم انت الحركات دي اهلا اهلا ولا اهلا ولا سهلا انت خلت فيها اهلانات قال ايه ناسي فيها لأ ماذا كنت حتعمل لي امع للا لا 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 دا احنا اقمع برضو قال ايه معي وناسي ايه الملك مختاري على بشامك كده هو انا عملت حاجة ايه اللي عملت حاجة ايه وعملت حاجة رحت وقلت عدولي وانا يماتي على الله جاي رايحة على هنا لما لضتني وحتكون فاكل نفسك مهم قوي ولا حاجة ولا يعني مدين الناس بقى وحتجبي عليهم بقى والحاجات العقد بتاعتكو دي تسمح تقول لي ايه اللي اخرك انت مش ليك فلوس مش مفروب تيجي تاخد حقك يا سيدي ويعني حقك حيروح طيب ايه اللي غيبك عني 11 يوم في الشغل يعني اصل الجماعة اللي كنت باشتغل معاهم كانوا تعبيني شوي انت بتشتغل ايه يعني ايه انت باشتغل مستثمر اجنبي ده مصدر واحد اجنبي اصليهم دايما يقولوا مستثمر اجنبي لا يعني انا مستثمر كده على قد حادي اه يعني زي ما تقول رجل اعمال ايوة ايوة اعمال حرة يعني على باب الله اعم ما كلنا على باب الله ماليعني على باب الشعرية ايه منت ايه دمك زي العسد اديك حقك وانصارف انا تنصلي بتروح فيه اروح شغل لا لا شغلك ايه يا عودي تتغدي اتغدي لا يا عم حض الله بيني وبين المطعم الغالي ده ولا غالي ولا حاجة ايوة طبعا ما انتو تقولوا كده مستثمرين بقى وكلين هولعة ولعت ايه بس لسه مستثمرين بقى ولسكة يوجد عمل يا بابك اعم بكرة تكبر يا خدامت حسانية وانا عايدة ومش حقولك خدامتك خل بقى يا عم ايه فلوسك هي فلوس ايه اه من اواخد حاجة عليا النعمة لانتو واخدها ولانا بقولك شهرة حاجة لانتو واخدها عليا النعمة ويمين علي مينك لانتو واخدها ايه انا هتقولش حاجة بقى لتشغلت عشرة فلوس لا اواخد فلوس بقى اه عشان تعملها لي حلوانة في سلوانة وتقول لي نتقابل كل يوم وحاجات زي جيدة عندك مانع؟ لا نتقابل بقر خلاص بقره بقره الهي ربنا يا كريمة نوو دولار اجيب شان ماني تشكر سعدوا عاجز النظر الهي ربنا يكرمكم الهي ربنا يخليكم نوو هم لصعبة اجيب شان ماني نوا كده انت ليه يا كده زي المنشار طالع واكل نزل واكل قالوا انت ملك انت اجرعين انت عايش من ايه لما فيه زبونة لما يزيلت قالوا انت حتنقى على الهيه لو انت فاكرني مش واخد بالي منك ما انت بتكسب تاها من طراقه والفروض نازلة راقها عليه الله انت بتشوف ولا ايه قال لا لو انت فاكرني اعنا عشان اعنا مشوقش انا منها لكلها تاهم لكنها موهوبة انا خلتي بتشتري الخضار على عجلة وعمي بيصلح سعاء بيصلح ساعات اتبوا عمي تاك دكتورة هنان ماشي يا معاجبة تاهم طب يلا امشي بقى من هنا امشي لا خلوهم يقطعوا لك مناخيرك يلا امشي امشي تبدأ المية لما تجقر تحت منك اله ربنا يكرم